هناك شخصيات رفضت كل الانتخابات ولكن هناك شخصيات انتقدت بعض المواد في قانون الانتخابات مثلا سيدة بيبة انتقد المادة الثانية عشرة سيدة بيبة رئيس الحكومة الليبية رئيس الوحدة كان قدم تعهدا في لجوة الحوار بعدم الترشح ولكن على الأقل بحسب ما ينقل عنه ينوي الترشح إن بالفعل سيدة بيبة رشح هل ستقدمون طعلا سنادا على التعهد وتوقيعه لهذا التعهد نحن في إحياء ليبيا من أهم ركائزنا دولة القانون عندما نقول ليبيا هانية نقصد دولة القانون دولة القانون لا تطبق أو لا يمكن بناء دولة القانون بمخالفة القانون نحن جميعا تحت القانون الليبي والقانون الليبي للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الآن واضح وجلي وأعلن عنه من خلال المفاوضية يجب أن يحترم هذا القانون وإلا نتلعب بمواد هذا القانون المادة 12 التي ذكرتها حضرتك مادة تنطبق على الجميع كل من كان في وظيفة رسمية كان عليه أن يستقيل في 24 سبتمبر الماضي وهناك شخصيات استقالت من أماكنها وتنوي الترشح يبدو لأنها استقالت وجهزت نفسها لذلك من لم يستقيل يجب أن يحترم القانون لا يحاول أن يغير القانون على هواها أما بالنسبة للتعاهدات التي وقعت في جينيف نحن ليبيا للأسف من 2011 من خلال قرارات 1970 و73 لمجلس الأمن تحت البند السابع وليبيا موقع على ميثاق الأمم المتحدة الذي فيه البند السابع أي تعاهدات وقعت تحت القانون الدولي هي أصلا تعتبر تحت القانون الليبي أيضا هذه التعاهدات حقيقية قانونية ليست تعاهدات فقط سياسية وأخلاقية مع أننا في اعتقادي أن التعاهد الأخلاقي مازال أقوى من التعاهد القانوني لكن لنفترض كما يقال فنحن نعتقد بأن هناك ما يكفي من الضوابط القانونية لإلزام الجميع باحترام القانون لما نعطى رشحت بيبة نعم لنتحدث عن سيد بيبة أنا لا يعنيني ترشح فلان أو أو مرشح محتمل أو مرشح قوي على ما يبدو أنا ما يعنيني أن عندي وزملائي نحن فريق لست فرد عندنا رؤية اسمها إخياء ليبيا بركائزها الأربعة نحو ليبيا متألقة لا يعنيني من سيترشح بل بالعكس أشجع على ترشح الجميع على أن نحترم جميعا القانون لا أريد أن أشخص هذه المسألة الكل يجب أن يحترم القانون علي أنا أن أحترم القانون وعلى سيد بيبة أن يحترم القانون وجميع المترشحين أن يحترم القانون ترجمة نانسي قنقر